السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين ما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا منك الجد اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك اللهم لتجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد أهلا وسلم ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي أهلا بكم مع درس جديد من هذه السلسلة المباركة سلسلة عقبات على الطريق وقلت لكم أن عقبات على الطريق هو عبارة عن فكرة البرنامج باختصار أن كل إنسان مننا في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى بيمر بمجموعة من العقبات لابد أن الإنسان مننا يكون على ما عرفه ابتداء بطبيعة هذه العقبة ثم بعد ذلك يفكر في كيفية تجاوز هذه العقبة بإذن الله تبارك وتعالى وقلت لكم دايما أن على قدر ما الإنسان منه هيكتهد في تجاوز عقبات الدنيا الله سبحانه وتعالى هو الذي سيتولى أن ينجيه من عقبات الأخرة وقلت لكم أيضا أن عمل الإنسان الصالح في الدنيا هو بيكون سبب أنه بيعدي من العقبات اللي هتكون يعني في الأخرة كما قال الله تبارك وتعالى فلقوا تحم العقبة ربنا سمى أن القيام عقبة وما أدراك ما العقبة لتفخيم حالها وتعظيم شأنها فكوا رقبة أو اطعامهم في يوم الذي مستغابة يتيما ذام قرابة أو مسكينا ذام ترابة هنا ربنا بيقول لنا أن العمل الصالح اللي اجتهدنا فيه في الدنيا كان سبب في تخفيف أو أن الإنسان يتجاوز عقبات الآخرة اتكلمت معكم في العقبة الأولى بقلنا حلقتين والنهاردة الحلقة الثالثة وقلت لكم أن أشده أعظم العقبات اللي بتقابل أي شاب أو أي فتاة أو بتقابل أي حد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى طبيعة البيئة اللي عايش فيها طبيعة الأصحاب اللي عايش فيهم طبيعة البيئة اللي عايش فيهم هي فيه بنت من البنات ارتضت أن يكون الواقع اللي هي عايشة فيه واقع النوادي فهي بالليل قاعدة في النادي مع بعض صاحباتها يجيبوا في سيرة فلانة ويجيبوا في سيرة علانة وفلانا لما عدت عليهم جابوا في سريتها وفلانا الجيبة بتاعتها مش عارف مالها وفلانا زوجها عمل لها ايه فضاعت الأوقات في غير طاعة الله سبحانه وتعالى وفي حد تاني ارتضى بفضل الله سبحانه وتعالى نفس البنت ارتضت ان هي توت قرصات في التربية علشان تحسن تربية أبنائها وخدت قرصات في كيفية التعامل مع زوجها وكيفية اسعاد هذا البيت وخدت قرصات في مثلا متعلقة بالطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى هي البنت هي بنت واحدة ولكن قرنه ما بين الاتنين في بنت ارتضت ارتضت ان قعدتها مع صحباتها لا تكون الا على الموضة واللبس الجديد والكلام ده وده مش عيب على فكرة يعني مش عيب ان انا يعني انظر ان يكون ثيابي حسنة ونعلي حسنة كما ثبت ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مقاله يا رسول الله امن الكبر ان يكون رجل ثوبه حسنا او نعله حسنا فالنبي قال لا هذا ليس من الكبر ولكن هي المشكلة ان يكون حياتهم مجالسهم اجتماعاتهم لا تكون الا على هذا ليس فيها تذكير بالله ليس فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه مجالس تلو مجالس وللأسف في البيئة دي لم يذكر الله سبحانه وتعالى والنبي حذر من ده فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكر الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان مجلسهم هذا عليهم حسر يوم القيامة سبحان الله هي في ناس كتير جدا ارتضت النبيئتها تكون كده وفي ناس تانية لم ترتضي الا بهذه البيئة المباركة الصالحة البيئة اللي يذكر فيها الله البيئة اللي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم البيئة اللي يتعلم فيها حكم فقه جديد البيئة اللي يتعلم فيها مسألة شرعية جديدة البيئة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم يذكرون الله الا نادهم منادم من السماء قوموا مغفولا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنت أنا عايز أأكد للمرة التالتة على التوالف ثلاث حلقات متوالية يا جماعة أخطر شيء هيفسد على الإنسان أخيته طبيعة البيئة اللي عايش فيها طبيعة البيئة اللي كانت بتبث عليه شبهات طبيعة البيئة اللي كانت بتساعده على فعل المعاصي وسيئات طبيعة البيئة اللي كانت بتقل عليه الطاعات والقربات احذروا من البيئة دي وربنا سبحانه وتعالى قال إن من أعظم الرحمات إنه ينتشي للعبد من البيئة دي أعظم رحمة ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لك أو يعطيها لك إن ربنا سبحانه وتعالى خرجت من البيئة دي واللي عايز فعلا يعرف قد إيه دي نعمة إن ربنا ينتشي للإنسان من بيئة الفساد يسمع لحوار كده حصل في الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم معنا عن حوار سيحدث في الجنة قال الله سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وسط نعيم الجنة الرفقة الصالحة اللي كانت بتتعاون على طاعة الله وبتتعاون على القرب من الله سبحانه وتعالى البيئة اللي كانت بتحفظ القرآن تقرأ في كتاب تفسير البيئة اللي كانت بتروح تلعب قورة وهما بيلعبوا قرب يذكروا بعض بالله وبعد ما بيلعبوا قرب يعودوا يعني يذكروا بعض بالله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون اجتمعوا مع بعض في الدنيا على طاعة الله فاجتمعوا مع بعض في الآخر برضو في جنة الله سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين أنا كان لي واحد صحبي طيب يا ترى صاحبك ده كان عايز منك إيه أو بيتعاون معك إزاي يقولوا أئن كلمين المصدقين أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون صاحبك كان عمال يبث عليه شبهات متعليقة بالآخرة يا عم انت مسدى ان فيه آخرة مسدى ان احنا بعد ما نكون تراب بعد ما نكون عظام والعظام يتحول إرافات والروفات يذوب مع الطراب أو يختالط بالطراب انت مسدى ان احنا هيبقى فيه قيامة وهنتحاسب مسدى ان فيه يوم دين مسدى ان فيه يوم قيامة فسبحان الله أدي نوع من أنواع الأصحاب اللي يفضل يبث على أصحابه شبهات ويبث عليهم والعياذ بالله أشياء تخلوهم ينحرفوا عن الطريق قال إني كان لي قرين يقولوا أئنك لمين المصدقين أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون القائل هنا هو الله كما قال كثير من أهل التفسير الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لهذه الرفقة الصالحة في الجنة قال هل أنتم مطلعون تعظيما لشأن ما سيرونه الآن قال هل أنتم مطلعون فلما يسمع أهل الجنة هذا النداء من الله والله عز وجل يقول لهم انظروا واتطلعوا قال هل أنتم مطلعون فاتطلعوا فأول ما شاف كده فاتطلع فرأاه في سواء الجحيم رأى صاحبه اللي كان بيبث عليه شبهات زمان رأاه في سواء الجحيم فعندها تذكر هذا الإنسان اللي في الجنة نعمة ربنا عليه يوم أن انتشى له الله سبحانه وتعالى من هذا الواقع السيء ومن هذه البيئة السيئة قالت الله إن كدت لتردين قالت الله إن كدت لتردين يعني أنت كنت سبب في عذابي وهلاكي لو كنت سمعت كلامك ولولا نعمة ربي أي لولا نعمة ربي من مفارقتك لولا أن ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبي أعظم قرار في حياتي أعظم قرار كان في حياتي إن أنا أقول لصاحب المعصية ده لا إن أنا أقول لصاحب المعصية ده لا قالت الله إن كدت لتردين بيكلمني أحد الشباب بيقول لي يعني كنت قاعد في مرة مع مجموعة شباب وقال لهم كل واحد فينا يقول كده أعظم نعمة ربنا سبحانه وتعالى من بيها عليه فسبحان الله واحد من الشباب اتكلم في موضوع عجيب جدا ولكن بيفكرني دايما بهذه الآيات وأنا لا أتذكر هذه الآيات إلا وأفتكر الموقف ده فبيقول سبحان الله أنا كان ليا أصحابي وكان دايما يقولوا لي خد السجارة دي طب اشرب مش عارف إيه ده ويحرضوا على سجارة وحضروا علي مخدرات ويحرضوا علي كده ويقول سبحان الله أنا فضلت ثابت كده ومش عايز أعمل الكلام ده وفضلت تغرق هذا الأمر لدرجة إنهم في مرة فيهم يقولوا لي احنا رحين نشتر مخدرات تعالى معانا في العربية انت كده كانت شمش فتعالى معانا في العربية يقولوا سبحان الله أنا رفضت ومش عارف قلبي كده كان مقبوض وخايف ومش عايز أطلع معاهم ويقول سبحان الله رفضت وأخدت قرار إن أنا خلاص أنا معونتش معونتش هاخروا معهم تاني أنا معونتش هروح معهم تاني في معصية الله سبحانه وتعالى وخدت قرار إنها يشوف رفقة في المسجد الطيبة الصالحة وبالفعل خدت القرار بالليل وهم راحين تاني يوم مسافرين عشان يجيبوا مخدرات يقول سبحان الله جابوا المخدرات وهم راجعين كمين يوقفهم وكل بقى في السجن يقول لي بالفعل أنا لو كنت سمعت كلامهم وروحت معهم أنا كان زمان مستقبلي راح فهنا أنا أقول سبحان الله يعني ده في الدنيا أمال في الآخر بقى فيقول قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين بيقول بقى الصاحب بقى بيقول صاحبه اللي كان زمان في الدنيا بيقوله يعني إحنا مش معقول أبدا يكون فيه بعثه وحسابه وكلام ده فبيقوله خلاص هل رأيت إن اللي انت كنت بتكذب به في الدنيا رأيته الآن رأي عين الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن أكتر حاجة توصل لطريق الهلاك في الدنيا قبل الآخرة هو صاحب السوق وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الصورة اللي بعدها وبشرة بعد الصفات صورة صاد ربنا يذكر لنا موقف آخر بس مش من الجنة بقى يذكر لنا موقف آخر من النار موقف لصاحب اللي أضل صاحبه موقف لصاحب اللي يام في يوم من الأيام ده اللي صاحبه على طريق حرام أو طريق معصية أو طريق بعد عن الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى بعدما يدخل أهل النار ويدخلوا بقى أفواج فوج يخش النار وبعده فوج تاني فبعدما دخل الأصحاب اللي هم كانوا متمرسين في المعصية بعدما دخلوا في النار ويعذبوا داخل هذه النار قال الله سبحانه وتعالى هذا فوج مقتحم معكم ده في فوج آخر داخل وراكم أهو النار ودون أصحابهم اللي ضمروهم وضيعوهم ودلوهم على معصية ربنا دي صاحبتها اللي في يوم من الأيام أقنعتها نية تقلع الحجاب دي صاحبتها اللي في يوم من الأيام أقنعتها نية تيبشي مع ولد دي صاحبتها اللي خلتها في يوم من الأيام تمردت على ولدها وولدتها دي صاحبتها اللي علمتها الشتيمة وسوء الخلق دي صاحبتها اللي علمتها إزاي تبقى في البيت إنسانة حد تطباع هذا فوج مقتاح من معكم فساعتها يقولوا اللي علموا المعصية لهؤلاء لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار فيرد الناس الأتباع بقى اللي تعلموا المعصية قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أنتم اللي قدمتم لنا هذا العذاب والسبب في ذلك يوم ما أطعناكم على معصية الله سبحانه وتعالى شوفوا زي الصداقة والمحبة والألفة والمودة والعشرة اللي كانت موجودة في الدنيا إزاي دلوقتي تحولت العذاب كل واحد منهم بيلعن الآخر أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار فبئس القرار وبعض أهل التفسير يقول أنتم قدمتموه لنا أي هذا العذاب أنتم اللي جبتونا لهذا العذاب فبئس القرار ما المقصود فبئس القرار هل المقصود فبئس القرار أي بئس الموضع الذي نقر فيه الذي نقر فيه إن يكون قررنا هو النار يكون قرارنا عذاب الله سبحانه وتعالى يكون قرارنا نحن نبقى في النار ولا يترى فبئس القرار يعني أسوأ قرار اتخذناه في حياتنا هو القرار أن نحن نتبعكم على معصية الله فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وبعدها مشهد من أعجب المشاهد إذا كان في صورة الصفات صورة الإنسان اللي قدر يأخذ قرار لأصحاب المعصية وقال لهم أنا مش أتبعكم فهو نفس المشهد ولكن لأصحاب المعصية اللي كان معهم صاحب دايما صاحبهم اللي كان دايما يدلهم على الطاعة يدلهم على القرب من الله سبحانه وتعالى صاحبهم اللي كان دايما يقولهم اتقوا الله حرام عليكم لأنتم تعملوه ده صاحبهم اللي كان يقولهم وآخر الطريق المخدرات إيه صاحبهم اللي كان يقولهم وآخر الطريق المشي مع البنات إيه صاحبهم اللي كان دايما يقولهم حرام عليكم اتقوا الله في أنفسكم صاحبهم اللي كان بيذكرهم بالله صاحبهم اللي كان بيعرفهم على الله صاحبهم اللي كان بيدلهم على ربنا سبحانه وتعالى ساعتهم وهما في النار افتكروه وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار فين الإرهابيين فين المتذمتين فين المتعصبين فين الناس اللي كنا بنسخر منهم في الدنيا علشان لحاهم وفين البنت اللي كنت بازخر منها في الدنيا علشان نقبها ولا علشان ازدالها ولا عشان العباية بتاعتها فين البنت اللي كنت دايما بقول لها انت خنيئة قوي فين البنت اللي انا كنت بقول لها في الدنيا انت متشددة ومتعصبة فين البنت اللي كانت بتدليني على ربنا وانا اقول لها انت ما بتفهمش حاجة وانت بديئة حياتك وانت ارهابية وانت متعصبة وانت متذمتة وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدوهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار هو يعني احنا ليه مش شايفينهم معنا في النار وزي ما اهل الجنة طلعوا فرأى صاحب سوء في اصل الجحيم في سواء الجحيم اهل النار يشوفوا الناس اللي كانوا بيسخروا منهم في الدنيا فينظروا الى الجنة فيرونهم في اعلى النعيم يا اخواننا اختاروا الرفقة يا اخواننا اختاروا البيئة اختاروا البيئة وربنا سبحانه وتعالى في صورة في الصورة يذكر لنا مشهد جديد من المشاهد المتعلقة باهل النار وهم بيعذبوا في النار وازاي كل واحد منهم يريد الانتقام من كل واحد في يوم من الايام ده له على معصية صاحبتها اللي في يوم من الايام زللت ليها الاسباب ووسوسة لها لحد ما في يوم من الايام البنت خانت اهلها وبقت ماشي مع ولد فين النهاردة صاحب اللي في يوم من الايام علمني ان انا اشعب سجاير او اشعب مخدرات قال الله سبحانه وتعالى في شأن اهل النار ربنا شوفوا نداء المراضي عن ايه ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس ليه يا رب ولينا اصحابنا بتوع الدنيا بتوع زمان اللي خلونا ننحرف عن الطريق اللي كان سبب من الاسباب الكبيرة اوين احنا نكون في النار اتباعهم ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين يا رب كل واحد في يوم من الايام دليني على معصية والرهوني ليه اجعلهما تحت قدمي نجعلهما تحت اقدامنا ندوس عليهم برجلينا ليكون من الاسفلين عشان تعرفوا قدر الندم وقدر الالم اللي ممكن يصاب بيه انسان والسبب في كده اصحاب السوق والسبب في كده هذه البيئة الفسدة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والله يا اخوانا والله لا انسى ابدا احد اصحابي اللي اتربنا مع بعضه احنا اولاد صغيرين كنا نروح نلعب كرة مع بعض ونخرج مع بعض نتفسح مع بعض انا لا انسى ابدا لما انضم لينا واحد تالت والتالت ده انا استشعرت منه كده انه مش كويس فبعدت ولكن صاحبي فضل ماشي مع الولد ده وانا احذر صاحبي بلاش الولد ده مش كويس وفضلوا الاتنين ماشيين مع بعض وللأسف دلوا على طريق المخدرات والدور الايام صاحبنا يسافر للكلية بتاعته في القاهرة وانا افضل اعود في المنصورة وصاحبنا ده وصاحبنا ده تمر الايام هو في طريق وانا في طريق ومن اربع خمس سنوات كان لأول مرة في حياتي اشوفه بعد الانقطاع ده بس للأسف والله العظيم يمكن من اسوأ اللحظات اللي مرت علي في حياتي يوم ما شفت صاحبي حد ممكن يقول يا شيخ بس المفترض انت شفت صاحبك بعد فترة غياب طويلة تبقى فرحان ايوة الله فعلا كلامكم صحيح ولكن لما شف صاحبي بعد طول غياب وهو للأسف فقد عقله فقد عقله بسبب المخدرات وماشي في الشوارع بيكلم نفسه بسبب المخدرات واعرم بعد ذلك انه مات بالمخدرات حاجة فعلا والله يعني تخلي الانسان يبكي دما على شاب ضاع مش قادر اوصف ليكم حال والده ووالدته كان اخبارهم ايه وهم شايفين ابنهم قرة عينيهم يوم وراتاني بيضيح لما شفوا ابنهم وهو خلاص فقد عقله وماشي في الشارع مجنون بيكلم نفسه لما يشوفوا ابنهم بهذه الصورة وهذه الحالة لدرجة انه يموت بالمخدرات شوفوا قدر الحسرة اللي موجودة في قلب الاب والام تعرفوا ساعتها قد ايه صاحب السوق ده شيء قبيح جدا في حياتنا وعلى النقيد يوم ما انت يا ابني هتغد قرار وتقول لا خلاص صاحب السوق ده لازم تكون في وقفة خلاص وانا اختار اصحاب الخير والله يا ابني انت كذبان يوم ما تدور على الرفقة لتساعدك وتغد بأيديك علشان تكمل في طريق ربنا انت بتكسب دنيا واخرى النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معانا قد ايه الرفقة دي كويسة وقد ايه الرفقة دي ما بينسوش بعض حتى في الاخرى واذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اهل المعروف واصحاب الخير اللي كانوا عايشين معانا في الدنيا احنا بنفضل مكملين مع بعض في الاخرى متحابين كل واحد منا واخد بييد اخوه يساعدوا لحد ما يخش مع النعيم يساعدوا لحد ما يخش مع الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في ظل اهوال القيامة فيه اتنين خارجين من قبرهم مع بعض واخدين بييد بعض مش خايفين من حر الشمس لانهما هيستظلوا بعرش الرحمن من دول رجلان زي ما النبي قال رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه اعدتهم كانت لله وبالله وفي الله خروجهم كان لله وبالله وفي الله كان حالهم دايما ان هما دايما اذا اجتمعوا على الطاعة واذا تفرقوا برضو على طاعة فكانت النتيجة هما الاتنين في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظل نفس الاتنين دول اللي كانوا بيعودوا في دار لتحفيظ القرآن يحفظ القرآن مع بعض او في مسجد مع شيخ يحفظ القرآن مع بعض نفس المجموعة دي يوم القيامة برضو مع بعض هو ليه ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا ان اهل الجنة يحشرون يوم القيامة زمرة كل مجموعة كانت تعاونت مع بعض على طاعة الله هي مع بعض وكل اصحاب عمل صالح محشرين مع بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم انني لا اعلم اقواما يأتون يوم القيامة وجوههم نور ثيابهم نور على منابر على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة ليسوا بانبياء ولا شهداء يخبطهم الانبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل يفزع الناس ولا يفزعونهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقام اعرابين وقال من هؤلاء يا رسول الله قال اقوامهم من قبائل شتى تحبوا في الله واجتمعوا على ذكري اجتمعوا في دار القرآن يحفظوا القرآن مع بعض هي وصحبتها من اماكن مختلفة ولكن تجمعوا تحت ايد معلمة بتعلموا القرآن او بتعلموا تفسير او بتعلموا فقه اقوامهم من قبائل شتى تحبوا في الله كانوا يحبوا بعض في الله تحبوا في الله واجتمعوا على ذكري اجتمعوا كان على ذكري الله فشوفوا قدر العظمة اللي ممكن ينالها هذا الإنسان يا جماعة رفقوا أهل الخير فوالله مجالسهم لا تأتي أبدا إلا بخير النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا قد إيه القرب من أهل الخير نافع والقرب من أهل الخير ممكن يكون سبب يبني لدخلك الجنة حتى ولو كان هم سبقينك في طاعة الله خليك وسطهم لعل الرفقة بتاعتهم تخليك بفضل الله تكون إنسان كويس عايز أقول لكم حديث يمكن كلنا حفظينه ونسبة تذكره في باب مجالس فضل مجالس العلم والكلام ده ولكن أنا هستشهد بجزئية مهمة جدا من الحديث الجزئية فيها بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيحين في الأرض فضلا يلتمسون حلقة ذكر فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم على بعض هلوموا هذه بغياتكم فيأتون فيحفوا بعضهم بعضا حتى السماء الدنيا فيسألهم ربنا وهو أعلم سبحانه وتعالى كيف وجدتم عبادي فيقولوا وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك فيقول الله سبحانه وتعالى وما يريد عبادي قالوا الجنة قال هل رأوها قالوا لا قال فكيف إذا رأوها قالوا لكانوا أشد طلبا لها يا رب فيقول الله عز وجل ومما يتعوذ عبادي قالوا يتعوذون من النار فيقول الله هل رأوها قالوا لا قال فكيف إذا رأوها قالوا لكانوا أشد تعوذا منها يا رب فيقول الله عز وجل أشهدك ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون وغفرت لهم ذنوبهم فالملائكة تقول إيه يا رب فيهم فلان الخطاء ليس منهم مجلس علم في مسجد واحد سواء تاكسا أو سواء مقرباص ركن تاكسا أو ركن مقرباص ودخل لمسجد مش عشان يصلي لا ده داخل عشان يخش الحمام وهو خارج لا الشيخ عمال يتكلم فعجبه الكلام فقعد يسمع فلان ده فلان ده أو شاب كان بيتمشى مع أصحابه هم عملين يعملوا بلاوي كبائر وقال لهم بس أخش الحمام في المسجد ودخل الحمام سمع الشيخ بيتكلم قعد يسمع للشيخ سبحان الملك فتقول الملائكة فيهم فلان الخطاء صيغة مبلغة إما لعظمة ما وقع فيه من الكبائر وإما لكثرة ما وقع فيه من الذنوب والمعاصي فيهم فلان الخطاء ليس منهم فيقول الله عز وجل هم السعداء الذين لا يشخى جالسهم يعني حتى وهو بهذه الصورة طالما أعد معهم ينال بركتهم ينال بركتهم فهمتوا فهمتوا الآن إحنا ليه دايما بنتكلم على ضرورة اختيار الإنسان مننا لبيئة الصالحة وفي حديث قاتل المائة نفس وبرضو العلماء بيستدلوا بهذا الحديث على سعة رحمة الله وعلى أهمية التوبة وإن التوبة مهما كان الذنب الله يقبل هذه التوبة ولكن أنا هتكلم عن جانب تاني خالص العالم لما قال لقاتل المائة نفس أترك أرضك فإنها أرض سوء دا إن دل فإنما يدل على عظيم علم هذا العالم إن أكتر حاجة بتؤثر في سلوك الإنسان هي البيئة أترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله أعبد الله معهم النبي يقول فالتفت بقلبه إليها أي إلى هذه القرية اللي فيها ناس صالحين إلى هذه القرية اللي فيها ناس من أهل الفضل وأهل الإحسان فالتفت بقلبه إلى هؤلاء فمات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة والعذاب والحديث معروف ما شوفوا في النهاية قبضته ملائكة الرحمة كنت دايما بقول لنفسي سبحان الله إذا كان إذا كان مجرد نية إن أنا أروح أقرب من الصالحين كانت سبب إن الرجل اللي قتل مئة نفسي يخش الجنة فبالكم باللي قاعد مع الصالحين دايما اللي قاعد يسمع لهم دايما سبحان الله من مجالس الصالحين في المساجد من مجالس الصالحين على القنوات الفضائية قاعد دايما أسمع للشيخ وأتعلم منه علشان أعلم الناس وأفيد الناس تخيلوا مجرد حب الإنسان منه لهذه المجالس شوفوا الإنسان بقى أعمل إزاي هذه المجالس اللي نتجمع فيها مع بعض فنذكر ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله من عجيب ما تقف عليه في فضل اختيار الإنسان منه للبيئة واحد قاعد مع صحابه فكل واحد منهم قاعد يذكر ربنا بحاجة معينة داي ذكر بآية داي ذكر بحديث قاعدين يسمعوا لبعض القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم لهم علماء ولهم دعاء ولهم طلبة علم ولهم ناس يعني لا ده ناس عاديين خالص ما جالس قوم يذكرون الله عز وجل قاعدين مع بعض ويتعاونوا مع بعض على ذكر الله إلا نادهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات دول نسيب مجالسهم دول نسيب مجالسهم اللي الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعود بس يا أم الكريمة يا أخت الكريمة أبي الكريم أخي الحبيب أنت متخيل يعني إيه تقعد دلوقتي قدام القناة وتسمع درس هل أنت متخيل النهاردة لما تتر بتاع ناية البرنامج جنزة الموضوع خلاص انتهى والله العظيم والله العظيم والله العظيم قبل مع انتهاء البرنامج خلاص ونقوم بقى أنا أقوم وانت تقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله إلا نادهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات أسأل الله عز وجل أن يجعلنوا إياكم من الصالحين المصلحين وأسأل الله أن يجعلنوا إياكم ممن يسعون لهذه الرفقة الطيبة علشان ينالوا بركتها في الدنيا وينالوا بركتها في الأخرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم قال معاوية خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الله أعدين مع بعض صحاب أعدين مع بعض عملين نذكر الله ونحمده على ممن به علينا الإسلام فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أجلسكم هكذا فقال له يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ممن به علينا الإسلام فقال آه الله ما جلسهم إلا لهذا قلنا يا رسول الله والله ما جلسنا إلا لهذا فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة ولكن جاءني جبريل يخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة الآن ربنا بيباهي بالصحبة دي الملائكة الآن ربنا بيباهي بالصحبة دي الملائكة الآن يبني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي لأن المؤمن ده في يوم من الأيام هيذكرك بالله سبحانه وتعالى المؤمن ده هياخد بإيدك في يوم من الأيام لو شافك على المصي ياخد بإيدك علشان تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى المؤمن ده لو شافك في يوم من الأيام مقصر في طاعة الله هيبعدك و هيبعدك عن التقصير و يخلي الهم عندك عليها المؤمن ده اللي سبحان الله يعني زي ما قلن بعض أهل العلم يقولون يذكرك بالله منطقه يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى قلبك يتملأ بذكر الله سبحانه وتعالى المؤمن ده اللي يكون فعلا سند ليك وظهر ليك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام طلب ده من ربنا يكون له أخ صالح يعينه ويكون له سند وربنا يقول له قال سنشد وعضو دك بأخيك صاحبك ده اللي اللي فعلا تعتمد عليه تعتمد عليه ويساعدك ويأخذ بإيدك عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى الصاحب ده هو أعظم سنة ديك في الدنيا واخد بالك أعظم سنة ديك كمان في الأخرة علشان لو في يوم من الأيام كانت ذنوبك ومعاصيك كانت ذنوبك ومعاصيك سببا في السقوط في النار فصاحبك اللي انت تعرفت عليه في الدنيا من أهل الإحسان ومن أهل الطاعة ومن أهل الإيمان مش هينساك وهاختم معاكم بالحديث ده اللي في النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا ينعمون بنعيمها ولكن يناشدون الله سبحانه وتعالى مناشدة دائمة مستمرة يا رب إخوان لنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويفعلون ويفعلون لا نرهم ها هنا يا رب صحبنا وأخواتنا نحن شايفينهم هنا يا رب فيقول الله سبحانه وتعالى دخلوا النار أخرجوا من كان في قلبهم سقال الذرة من إيمان ما سكتوش عن صحبهم اللي شفوهم في النار فيحرموا الله صورهم على النار فيدخلون النار فيأخذون بيد إخوانهم ويشفعون فيهم عند الله عز وجل يقولوا يا رب شفعنا في إخواننا دول ده كانوا في مرة صلوا معنا في رمضان ده كانوا من كم سنة قاعدوا معنا واعتكفوا معنا في المسجد ده كانوا بيطلعوا معنا على الطريق علشان نوزع نوزع إفطار صائمين على الطريق إخوان لنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويفعلون ويفعلون فكانت النتيجة يقبل الله شفاعة أهل الإيمان في إخوانهم هؤلاء فيأخذون بأيديهم حتى يدخلونهم الجنة شفت بركة الصالحين شفت بركة الصحبة الصالحة هو ده اللي احنا محتاجين دايما نأكد عليه يا أخواننا يا بنتنا يا أحبابنا الكرام بالله عليكم حان الوقت إن احنا نقف ونغد قرار إن احنا خلاص نستبدل بيئة الفساد وبيئة المعصية وأصحاب السوء بأصحاب صالحين وبيئة كريمة تذكر بالله وتعين على طاعته في الدنيا خذ القرار دلوقت سهل جدا إنك تغضي القرار دلوقت ولكن ممكن يكون في وقت من الوقت صعب إنك تغضي القرار طرح ما في إيدك دلوقت القرار قول خلاص من النهاردة البيئة الفسدة موضوعها انتهى أنا إن شاء الله مع بيئة صالحة مع بيئة مؤمنة بإذن الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لاختيار صاحب كريم يكون سببا لسعادتي في الدنيا ويكون سببا أن يأخذ بيدي في الآخرة لندخل الجنة سويا كما قال الله عز وجل إخوانا على سرور متقابلين فلما علم الله عز وجل أن الجنة لا تطيب لهؤلاء إلا بأصحابهم الذين كانوا معهم في الدنيا أعطاهم الله عز وجل هذا النعيم وذاكر هذا النعيم في القرآن فقال إخوانا على سرور متقابلين زي ما كانوا متحابين متصافين في الدنيا أصبحوا في الآخرة برضو متحابين متصافين على سرور متقابلين أعدين زي ما كانوا أعدين في الدنيا بذكروا الله ويتكلموا عن النبي ويتكلموا عن الدين برضو في الآخرة بنفس المجلس بتاعهم ولكن في جنات النعيم جعلني الله وإياكم منهم هذا وصلى الله نبينا محمد على أهله وصحبه وسلم